شرفني ونوارني ريمون دومينيك المدير الفني الأسبق للمنتخب الفرنسي صباح الخير يا فندم شرفني ونوارني في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري صباح الخير عليكم وأشكركم شكرا جزيلا على استقبالي اليوم لا احنا نتشرف جدا ان احنا النهاردة معانا مدرب كبير واحد من أجبر الأسماء العالمية بكل تأكيد وبكل تأكيد لازم أولا نطمئن عليك ونعرف دلوقتي انت بتعمل ايه عشان كل جميل الكرة في العالم يعرفوا دومينيك بيعمل ايه حاليا فيما يخص المستوى المهني أنا أعمل في نقابة لاعبين الفرنسيين هو كل ما يخص مشاكل اللاعبين وقوم بالحامل على حاله وأيضا أقوم بعمل استشاري في التلفزيون ولبرنامج الإكيب الفريق ولمجلة الإكيب أيضا هذا بالنسبة للمستوى المهني هل تعملون؟ طيب بالتأكيد الحدث الأبرز عالميا حاليا واللي أنا أهمني أسمع فيه رأيك هو بقاء كيلين بابيه مع باريس سان جرمان وعدم الرحيل إلى ريال مدريد رأيك إيه في هذه القصة الأكثر إصارة للجدل في كرة القدم العالمية في الوقت الحدي بالفعل إنها قصة عالمية لكن كيلين بابيه هو لعب عالمي وهو لعب عالمي وبالتالي قصته ستصبح عالمية ويعتبر من أفضل اللاعبين على المستوى العالمي حاليا ومقارنة بعمره أيضا لأنه لعب شاب ويتمتع بهذه القدرات وهو كما تعلمون جميع الأنديال الكبيرة في أوروبا ترغب في التعاقد معه وخاصة ريال مدريد لكنه اخترى فرنسا وقد قال أريد أن أؤكد لكم أن فريق باريس سان جرمان هو فريق كبير وأنا لم أغلق الباب مع ريال مدريد في المستقبل لكن بالفعل هي باريس وهذا ما قاله وخاصة هذا المساء وقد قال حياتي هي في باريس وباريس سان جرمان هو فريق كبير وهذا شرف لأن ألعب لها وأن أجدد لها وهو بالفعل بقاء في الفريق الفرنسي هو مهم للكرة القدم الفرنسية إنه موهبة كبيرة جدا وموهبة رائعة وإن قلت لكم أن جميع الفرق في سواء في إنجلترا أو فرنسا أو في أسبانيا تتمنى أن يلعب لها لكنه قرر أن يبقى في باريس سان جرمان ويبقى مع فريق كبير جدا جدا هذا هو تحليلك الجيد بالتأكيد لهذه القضية أو هذا الخبر ولكن لو سألتك عن رأيك أنت شخصيا هل اختار الاختيار أصح؟ هل اختار الاختيار المناسب لي؟ ولا شايف أنه كان أفضل للانتقال لدينا بالتأكيد؟ أنا رئيس أيضا نقابة المدربين الفرنسيين أقول لكم أنني أقدم الاستشارات أعتقد أن كل المدربين وجميع هنا وجدوا أن هذا هو الحل النموذجي أنه باريس شان جرمان هو فريق كبير ولديه كل الإمكانيات وكل ما هو كل ما يلزمه ليبني مستقبل أكبر له ولفريقه لذلك وكما قلت لكم مثلا أنه في بعض اللاعبين مثل ديمار وميسي بيجوارو وراموس ماذا نطلب أكثر من ذلك لبناء فريق كبير ينافس على كل الشيء إنه لديه كل الشيء كما قلت البطولة الدوري الفرنسي أنتم رأيتم ماذا فعلوا بها وماذا فعلوا في الشامبيونسينديك البطولة الأوروبية الأكثر قوة لذلك أقول لكم أن نعم يوجد الكثير من التدقلات لللاعبين الكبار سواء في الدوري الفرنسي أو في الدوريات الأوروبية والحلم هو اللاعب للدوري الأوروبي وهو الآن نالى كل شيء طيب عظيم جدا أنت ذكرت باريس سان جرمان وقوة باريس سان جرمان والأسماء الكبيرة في باريس سان جرمان ولكن مع كل هذه الأسماء مع كل هذه المصاريف الكبيرة والضخمة جدا لا يفوز باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا يتساءل الناس ما فائدت كل هذه المصاريف دون أن تفوز بالبطولة الأهم وبالفعل أن مانشستر سيتي لقد قام بدفع أكثر من ذلك في السنوات الأخيرة لكي يستطيع أن يفوز أكثر من باريس سان جرمان وفي السنوات الماضية لم يفوز بشيء أن نتحدث دائما عن باريس سان جرمان وهو النادي المنافس له تقريبا في المستوى وأكد لكم أنهم بالفعل يفعلوا كل شيء من أجل الفوز في القارج ليس في فرنسا في الدول الأخرى يتحدثوا عن ما يدفعه باريس سان جرمان لكن لو قارننا بالدول الأخرى فتدفع كثيرا أيضا وأكد لكم أن كليان إمبابي تم دفع مبالغ كبيرة فيه لكي يبقى وهذا طبيعي وقولون أنها صفقة مرتفعة السمن جدا لكن هذا هو يساوي ذلك وإن كان قد انتقل إلى ريال أو غيره فسوف تكون الصفقة أيضا مرتفعة وهذه وإنها بالفعل إنها كرة القدم وهؤلاء اللاعبون هم من يصنعوا اقتصاديات كرة القدم طيب برضو سؤالي الجاي لك أنت شايف إيه المشكلة في باريس سان جرمان أو حتى مشكلة منشستر سيتي ليه فرق تصرف كل هذه المصاريف ولا تفوز بدور أبطال أوروبا هل هي مثلا مشكلة مدير فني مشكلة مدرب مش لعبين كي تفوز بكأس أوروبا إنه يلزمك سادوات عديدة من الخبرة وإحضار اللاعبين الجيدين والتضامن إنها تقافة الفوز وبالفعل أقول لكم أن أؤكد لكم أن على الساحة الأوروبية باريس سان جرمان ومنشستر سيتي يعتبروا من الأندية الجديدة على الساحة الأوروبية انظروا إلى الفترة السابقة كم فازوا وكم مرة وصلوا إلى النهائي لكن عندما الآن نتحدث عن البديهية هل ليس من البديهية أن تفوز كل عام ببطولة دوري الأبطال الأوروبي كي تفوز يجب أن تكون دائما في أفضل حالة لديك أفضل لعبين ولديك جميع الإمكانيات وبمجرد أن تخسر مباراة تفقد كل شيء لكن وأكد لكم الكثير من الأندية تلعب وتقوم بدفع الكثير من الأموال ولا تفوز بالبطولات وأكد لكم أن اللاعبين الكبار ليسوا فقط هم أو المدربين الكبار ليسوا فقط هم العامل الأساسي في الفوز لكن هناك الكثير من العوامل وهذا يحدث في العالم بأثره ربط بعض الناس أنه بعد تجديد كلمة بيه لباريس سان جرمان ربما ده يكون مؤشر لتولي زيني دين زيدان مسؤولية الفريق فنان في المستقبل هل ترى أن هذا الأمر وارد؟ هل أصلاً تؤيد هذا الأمر؟ إنها إحدى الإمكانيات المتاحة أو إحدى الإفترضات في باريس سان جرمان في الوقت الحالي أو في باريس عمال لا يوجد الكثير من المديرين الفنيين أو المدربين الذين يستطيعوا تدريب هذا الفريق إنه فريق كبير والتدريب له أقول لكم أنه إنها مسؤولية كبيرة وأقد لكم أنه يمرن لعبين ويمنافس خطط ويقود قادة أيضاً وهذه نقطة مهمة جداً لأنه لديه إدارة كل هذه المنظومة معقد جداً أمر معقد جداً لديك قادة فأقول لكم شخص يجب أن يكون غير عادي لكي يستطيع إدارة هذه المنظومة بكم زيدان لديه كل المقاومات لكي يقوم بأتولي مسؤولية باريس سان جرمان وهذا رأيي طيب على مستوى ريال مدريد ريال مدريد خسر الآن كاليا يمبابيو قبلها خسر هالند لانتقل إلى مانشستر ساتي هل تتوقع أن ريال مدريد قد يوجه أنظاره لمحمد صلاح جناح ليفربور خاصة أن قاله عن شلوتي المدير الفاني ريال مدريد قال أن محمد صلاح هو أفضل جناح في العالم ممكن أنه إحدى الاختيارات التي أمامه وأكد لكم أنه لديهم الرغبة القوية في ضم أفضل لاعبين في العالم وصلاح هو أحدهم ولا ننكر ذلك ففشلت الصفقات الأخرى مع هالند أو مبابيو لكن لم لا فإنها صفقات مفتوحة ولديهم الحق في التحدث مع الجميع وهم يرغبون بالفعل في التعاقد مع لاعبين كبار وريال مدريد يعتبر من أكبر الأندية وأكبر نادي في أوروبا ولديهم الحق في التفكير في ذلك وصلاح بالفعل لاعب يستحق ذلك ويجب أن يبحث عن حلول لكي يبقى على هذا المستوى في صدارة الأندية الأوروبية وأعتقد أن صلاح اختيار ليس سيء نهائيا طيب لو سألتك أنت أو كان ليك أنت النصيحة لمحمد صلاح تنصحه بالبقاء في ليفربول أم لانتقال إلى ريال مدريد أعتقد أنه يجب أن يذهب يجب أن يذهب وأكد أنه جاب ليفربول فريق كبير فريق رائع وفعل كل شيء هناك وفعل كل ما يتمنى وأتمنى أن يتمر من المباراة النهائية في دور الأبطال الأوروبي لكن ريال مدريد يمثل شيء آخر مهم جدا له وأعتقد أنها أنها كما نقول واجهة كبيرة جدا لكرة القدم العالميا ووجود محمد صلاح بها يعتبر إضافة كبيرة له في ليفربول كل ما فعله رائع فريق ليفربول فريق كبير جدا لا ننكر ذلك لكن وأكد لكم وهو منافس لكل الفرق لكن وأكد لكم أنني شخصيا أنصحه بالزهاب أنه لديه كل المقاومات لكي يشغل مكانته هناك استمرارا للحديث عن محمد صلاح أفضل لاعب هداف الدورة الإنجليزية وأيضا أفضل صانع أهداف الدورة الإنجليزية هل كان يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدورة الإنجليزية أم كان يستحقها كيفيد دي براين هل تتحدث عن سلاح؟ نعم هو وساديو ماني الاثنان قدموا جميعا سويا أنها بنافسة قوية ما بينهم ولعبان كبيران جدا ويلعبوا بفريق كبير والحصول على لقب شخصي كهذا إنها إضافة كبيرة جدا أعتقد أن هناك هناك شيء ما في لعبهما رائع ولكن يجب أن يروا سويا كيف يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من ذلك معا لكي يساعدوا بعضهم البعض للحصول على الألقاب الفردية الأكثر أهمي لكن أعتقد أيضا أنهما متساويان في الفرصة أيضا هل أنت تشعر أنه ما فيش تعاون كبير بين سلاح ومانيه في الملعب؟ وصلك ده؟ حاسس بكده؟ أنا أشعر بذلك وهذا واضح لا أعلم إن كان ما هي العلاقة الشخصية بينهم لكن يجب أن نرى في الملعب هذا تعاون لأنه يصب في صالح الفريق كل منهما الأفضل وأكد لكم أنهم الأعبان رائعان ولديهم موهبتان رائعتان مختلفان في الأداء أي نعم لكن وهذا لكن ما نراه أنهم يوجد منافسة بينهما وهذا ليس لصالح ليفربول وهذه عندما تكون لديك الموهبة يجب أن تكون لصالح الفريق وليس لصالح لقب فردي لو شاءتك في رأيك مين هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي تختار مين أنا فرنسي مبابي طيب بمناسبة أنك فرنسي لماذا لم تختار كريم بن زيمة لديه 23 عاماً ويقدم كل هذا وهذا العام قدم أداء رائعه وكان أفضل أفضل هداف وأفضل صانع لعب وهو بالعمر 23 عام أعتقد أنه سوف يقدم الكثير ولديه حتى 23 عام لديه سجل مليء بكمية كبيرة من الإنجازات والأهداف والأداء الرائع والتمريرات وأعتقد أنه يستحق لقب الأفضل لاعب وأنه نضج الآن كما ترون وأعتقد أنه تجاوز ميسي في الموهبة الآن أعتقد ذلك أيضاً لأنه يقدم الكثير ويلعب بجوار ميسي ونمار في نفس الموسم ويقدم هذا الأداء الستثنائي أعتقد أنه يستحق ذلك طيب لو شعلتك أفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي أنا أستطيع أن أقول لكم أن أفضل مدرب هو من يقوم بتقديم أفضل أداء أي نعم لكن ألفز بأكبر بطولات لذلك أقول لكم أنه إن فاز ببطولة محلية وآخر فاز ببطولة عالمية لذلك يجب أن نضع البطولات التي حققها في الحسبان وهذه نقطة مهمة جداً أؤكد لكم أن هذه النقاط يجب أن توضع في الاعتبار أن نظرنا في باريس ماذا حقق المدير الفني فهل نستطيع أن نقول أنه نجح نعم أنه نجح لكن نرى ما هي إنجازاته نجح على مستوى باريس نعم لكن هل على المستوى العالمي لا لذلك فأقول لكم أن تخيل في تشيلسي مثلاً وكان في باريس لكنه غادره وبعدها فاز بالبطولة وهو دائماً المدرب الأفضل كان في باريس الأفضل وذهب إلى تشيلسي وفاز ببطولة الأوروبية وهو لعب رائع فهل نستطيع أن نقول الآن أنه أفضل مدرب في العالم أم ننتظر باقي البطولات كي نقول من هو الأفضل بالنسبة للتصنيف نعم يوجد الكثير من المدربين الرائعين على بستوى العالم ويوجد الكثير من المعايير التي نضعها لاختيار أفضل مدرب وهذا رأيي طيب سؤالي اللي جاي ليك يخصك أنت شخصياً تصريح شهير قلت لما هلتقيك في يوم من الأيام لازم أسألك عنه هل أنت فعلاً كنت مؤمن بفكرة الأبراج هل أنت كنت تختار لعبي المنتخب الفرنسي بفكرة الأبراج هل أنت فعلاً كنت من المدربين أو أنت قلت أنك ما بتحبش تاخد لعبين برج العقرب هل الكلام ده صحيح وحقيق أنا قلت ذلك أعلنته من قبل لكن كانت دعابة كانت دعابة أنا أنا أقوم بالاعتماد على الأبراج بطريقة للدعابة وليس أكثر أنا عندما ذهبت إلى اليون للتدريب كان هناك الفريق وكان لدي ثلاث لعيب من برج العقرب وأحد المدربين فيما يخص خصائص شخصية برج العقرب أنه يوجد صعوبة في مواجهتهم ووجهة اللواجه في بعض الأحيان لكن هذا لا يؤثر على اختياري فأنا لا أستطيع أن أقوم بتردهم على سبيل المثال ولا أستطيع أن كانت دعابة لو قلت أنني سوف أقوم بترد أحدهم أو الآخر أنني بالفعل لم يكن هذا المعيار وهذا رأي سؤالي اللي جاي ليك يخص المنتخب الفرنسي رأيك في المستوى اللي بيقدموا المنتخب الفرنسي في الوقت الحالي هل تتوقع المنتخب الفرنسي يحافظ على كأس العالم في 2022 بالتشكيلة الحالية بالمدرب ولا شايف أن فرنسا ممكن يبقى عندها صعوبات في الحفاظ على لقب كأس العالم كأس العالم ليس بالبطولة السهلة ولا يوجد شخص يستطيع أن يتوقع أو يقول من سيفوز به كي تفوز به فرنسا لديها كل شيء لديها أفضل لعبين لديها أفراد في قمة الاحترافية المسؤولين عن المنتخب أشخاص في قمة الاحترافية وأكد لكم أنه وأقول لكم أنهم أفضل لعبين في فرقهم أيضا ومن الضروري أن يكون لديك هؤلاء اللعبين لكي تستطيع الفوز أقول لكم نعم نعم هو الفريق الفرنسي لديه كل القدرات وكل الإمكانات للفوز بكأس العالم لكن على أرض الملعب أثناء المباريات الأمور تصبح معقدة تماما ولا نستطيع أن نقول أنه سيفوز به أنها بطولة منافسات بطولة كأس العالم بالفعل يجب أن تبقى لمدة شهر في الاتجاه الصحيح تفوز بجميع مبارياتك ولا يجب أن نغفل المنافسين الآخرين مثل أسبانيا ألمانيا البرازيل الأرجنتين بلجيكا لا يوجد فريق صغير في كأس العالم أعتقد أن يوجد الكثير من الفرق الأفريكية أيضا في هذا الموسم التي لديها دور مهم جدا وسوف يكون لها أداء رائع وأعتقد أنهم سوف يقوموا بأداء رائع وأعتقد أن سوف يكون هناك فرق كثيرة سوف تقوم بإحداث مفاجآت مدوية في كأس العالم القادم زي مين تتوقع مين ممكن يعمل مفاجآت مدوية في كأس العالم القادم نوتروليا كما لا أفهم استمعنا الفريق الذي سوف يستطيع أن يحدث مشاكل لفريق فرنسا هو سوف يصبح لحصان الأسود نجابة ذكية طيب نهاية دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفر بول شايفه هيبقى عامل إزاي شايف المنافسة بين الفريقين عاملة إزاي وشايف مين هيكون ليه الأفضلية في المبارة النهاية لحصان الأفضلية الإررار التي قمت بها في تحديدك أن تقول الفينالة كوب دو موند لا أعرف صراحة لا أعرف لن أستطيع أن أقول لكم كل شيء هذا العام به مفاجآت وحدثت أشياء لم تحدث من قبل وأكد لكم كما رأيتم وعلى أرض الملعب كل شيء يصبح معقد كما رأيتم باريس سان جيرمان في بعض الأحيان بعض المباراة استمرت لبدة تجاوزت الوقت الإضافي وتجاوزت الساعتين لكن في بعض الأحيان نجد فرق كبيرة تكون تائهة في الملعب وتحس أن تشعر أن اللاعبين غير موجودين لذلك وفرق أخرى فازت ولم يكن متوقع لها الفوز صعب صعب هناك الحالة الزهنية مهمة جدا لديهم الفريقان لديهم لعبين على حالة زهنية رائعة مهارات رائعة وهذا سباق قوي ولديهم اللاعبين القادرين على الخوض والفريقان لديهم ريال الأكثر حصولا على هذه البطولة منذ عدة سنوات ولو لو قلت لو لو طلبتم مني من سيفوز أقول لكم من خلال المراجع ومن خلال التاريخ ريال مدريد هو من سيفوز لكن لا نعلم طيب السؤال الجاي لك هو يخص الكرة المصرية هل في أي وقت من الأوقات بعد رحيلك عن المنتخب الفرنسي وصلك عرض من المنتخب المصري وصلك عرض من أحد الفرق المصرية وإلا لم تتواصل أبدا مع الكرة المصرية خلال هذه الفترة بالفعل هناك بعض الأشخاص تحدثوا معني وبعض السماسرة تحدثوا معي في هذا المجال لكن لم أتلقى شيء بطريقة رسمية لكن المنتخب القومي المصري هذا رائع وفريق جيد ولديكم لعبين على مستوى رائع جدا وجودة لعب رائعة وأعلم أن مستوى كرة القدم في مصر متقدم جدا لكن لم أتلقى أي عروض رسمية بمون دومينيك كالمدير الفني الأسبق للمنتخب الفرنسي أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة ترجمة نانسي